اشتركوا في القناة ويعيش من جديد أزمة بسبب متحور أميكرون وإغلاق الأجواء المغربية المدينة القديمة الركز الأساسي هي السياحة الداخلية والسياحة الخارجية ودبا مش دود القضية أنتم كتشوفوا الحالة عالم بيامولانا خاوي القضية ما كينشي راواج لشي حاجة كنا مزياني كنت بدأت الأمور كأن موقع والو كنشي شوية كنت وقفته ودعمه لك الملينة طلق السوق كنا مزياني الحمد لله ودبا فتالي فتشدين هاتشدها دي التالي راح نتقصحنا بزافة يعني شلت الحركة بالمعنى الكلمة السيحة ما كيناش أوروبا رك عارف لسا تدخل ستتروشوا شوية البلاد ما كيناش تمنعوا على الله منزل الداخل دي الكازة والرباط منزل الداخل يزورون فهذا الشهير هذا إن شاء الله فتالي تلعب وإحنا من الناس المتضررين بزاف من هذه الجائحة وسيخطوه هذه الظروف وهذا الشي اللي واقع ده بهذا لست الحدود فإحنا من الناس المتضررين فكانت منه أنه هذا القيطاع يعني يتحرك وترجع شي شوية النشاط للمدينة القديمة سيخطوكوه هذه الناس اللي ساكمين في المدينة القديمة والناس اللي خدمين هنا فالعمل طرف الخبز ديالهم هي المدينة الصناعة التقليدية التي تعد نقطة جذب أساسية للسياح الأجانب ومكون رئيسياً ضمن النسيج الاقتصادي بالمدينة من بين القطاعات التي تضررت كثيراً جراء تداية الوباء المدون العتيقة ككل ولا أصم فيصم راكش وغيرها هي اللي دغت لأن المدون العتيقة تتعيش من الصناعة التقليدية اللي هي مرتبطة بسياحة والسياحة مرتبطة بالنقل الجوي فالمدون العتيقة ما عندهش شي ما داخل وغيرها إلا صناعة التقليدية فالبزارات هم الأوائل المتضررين المرشدين السياحي هم الأوائل المتضررين لأنه ما كانش السياح الأجانب ما عمنا غديم كل ما يخدمه في ظل هذه الظروف الصعبة هالسياحة الداخلية تبقى رهان الوحيد لإنعاش السياحة بالمدينة في انتظار فتح الأجواء وعودة السياح الأجانب إلى المغرب موسيقى